موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنولت بين صفحاتها طاقم النساء يقود رحلة طيران احتفلت شركة طيران أمريكي بأول رحلة من دون طيار الرجل ضمن أسطولها الجديد إذ أن جميع الطاقم الطائرة الجديد من النساء وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 الجديدة بتشغيل طاقم كامل من الإناث بما في ذلك قائدة الطائرة ونقرأ من صحيفة البيان الإماراتية ما أفضل إصدار من هواتف آيفون يرى محللون أن هاتف آيفون أكس هو أفضل هواتف آيفون حتى الآن رغم أن بعض المحللين أشاروا إلى احتمال وجود خلل في خاصية أبل الجديدة المتعلقة بالتعرف على الوجوه وقبيل طرحه في الثالث من شهر الجاري تهيمن مخاوف بشأن كم المعروض من الهاتف الجديد ودقة نظامه ويتميز الجهاز بتصميم يجمع بين زجاج والصلب المقاوم للصدى واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية تصميم سكايب الجديد قادم إلى حاسبك سواء كنت ترغب في ذلك أو لا بعد معينة تصميم الواجهة الجديد لتطبيق الحواسب المكتبية من برنامج سكايب أصبحت مايكروسوفت الآن جاهزة لإطلاق البرنامج الجديد لمستخدمي ويندوز 10 وجعله متوفرا في تحديث نظام التشغيل ماك ولينوكس والإصدارات الأقدم من ويندوز وأجرت مايكروسوفت تحسينات على تصميم والمميزات الموجودة داخل التطبيق نطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية ناسا ترسل مركبة فضائية للمريخ مزودة بـ 23 كاميرا مختلفة في عام 2020 من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبة الفضاء الخاصة بها لكوكب المريخ في عام 2020 وستكون مزودة بـ 23 كاميرا أي أكثر من أي مركبة أخرى تم إطلاقها لدراسة أي كوكب حتى الآن اتضم المركبة التي تدرس الآن المريخ 17 كاميرا فقط وختاما مشاهدين من صحيفة الويام السعودية تقرير انترنت الأشياء المتهم الأول في تفاقم الهجمات الإلكترونية صلت تقرير حديث نشره موقع راد رايت الضوء على أسباب حدة الهجمات الإلكترونية الراهنة وزيادة قوة تأثيرها عما كانت عليه في السابق موجها أصابع الاتهام نحو انترنت الأشياء باعتباره المتسبب الأول في انتشار فيروسات الفتية ترجمة نانسي قنقر